بسم الله السلام عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وفي احسن الاحوال ان شاء الله اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم واحد الفطائر يعني على شكل باقات معمر مالح كيجي باقات رائع جدا بدون مبالغة وبدون يعني انتمو كتشوفوا معي كيف كيجي كيجي خفيف وكيجي رطب وهشيش وفن نفس الوقت العجين كتجي خاوية من الداخل يعني صدقوني وطرية طرية بوحد شكل رائع المكون انني ما كان ندير فيها لبيض لا زيت لا زبدة لا تشي حاجة في العجين هذا هو يعني واحد مكون غا تكتشفوه معي مكون سحري كيف كنقوله ولكن النتيجة ركتشي رائعة مقادر بسيطة جدا ما فيه لا زبدة لا زيت لا تشي حاجة لبيض المهم والنتيجة ركتشي رائعة هل نبدا نبدأ عليكم ان شاء الله عندي دريطة خمس تقالو عنفة د simuan الماء 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 نضيف ايضا كمية البصلة مع كمية الفلفل قطعة صغيرة كمية الشامبينيون معلب العلبة طون حمرة كامون ملح زعتر محكوك رائع معلقة صغيرة الهريسة اختيارية كمية الفخمج محكوك اي نوع مصفر اختيار مبدئين زيت الزيسون اضع زيت الزيسون اضع زيت الزيسون ثم اضع زيت الزيسون اضع زيت الزيسون اضعها فوق النار اضعها بحلقة جيد حتى تطلق هذه البصلة طيحة الفلفلة ومن بعد نحرك حتى يضعها ثم نضيف شامبينيون ثم تزيد سوف نضيف الزيت ضعفة الزيت الزيت يقدر من الزيت الزيت تحريك ومضيف بالطبط اضعين شامبينيون ممكن ، طريق لا يمكنك التعوض بالسيتون اختيار في الحشوة فهي دائما اختياري لديه الكفتة والكروفات اقتراح فقط اقتراح بسيطة واقتصادي والاهم انه يجي لديد بالساف رغم ان العناصر اقتصاد لا يوجد بسيطة ولكن يجي لديد بالساف هذه الحشوة اقتراح 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 شامبينا و اقتراح نسجم من بعد اقتراح اقتراح الطون اقتراح الطون اقتراح الطون الطون الماء اقتراح ثانية 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 اقتراح 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 اللون تشعر اقتراح 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 كما استطيع الاقا Daisy براس اقتراح 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 نضيف ملعقة صغيرة نضيف ملعقة صغيرة نضيف ملعقة صغيرة نضيف ملعقة صغيرة نضيف ملعقة و نضيف ملعقة موسيقى 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 سوف نجمعها و سوف نشكلها كبيرات صغيرة و سوف نشكلها كبيرات صغيرة سوف نشكلها كبيرات صغيرة فقط سوف نعمل بها مباشرة بدون تستهرح مباشرة من العجين سوف نشكلها كبيرات صغيرة و سوف نشكلها كبيرات صغيرة و سوف نشكلها خرجت لي 15 كويرة صغيرة كيفما قلت لكم سوف نمتدها بطلق مزيان سوف نمتدها تكون رقيقة سوف تشوفوا معي كيف يكون الصمكة لها لكي تكون النتيجة مزيانة لكي لا يوجد غلاد هذه الفطائر سوف نحن نحن خرجت برداس مزيان وعندما تشوفوا كيف يكون الصمكة للخصص سوف نأخذ الحشوة برداس مزيان هنا بالنسبة للحشوة خلتها برداس مزيان وبالنسبة للهريسة الحشوة قسمتها خليتها بالحر وقسم الآخر سوف ندرس فيه الهريسة سوف نضغطها بالحر لنقلبها بحلقة عملية سهلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اضحة 30 دراجعة اضحة صفر بيضاء سلسة صوجة نخلط كل القرص و ندهنه بجوانب و ندهنه بجوانب و ندهنه بجوانب و ندهنه بجوانب و مجرح شكرا نضيف السكين لنضيف السكين سوف نضيف السكين سوف نضيف الفرن سوف نضيف الحرارة سوف ندخلهم على درجة حرارة مئتين حتى يتطيبون و ارجع ان شاء الله هنا من بعد ما طابوا كيف تشوفوا رائعين تصدقوني انني لقدت لكم روعة روعة يعني العجين كتجي رطبة و الحشوة كتجي لديدة بالساف رغم انها مكوناتها بسيطة و في متناول جميع العجين كيف تشوفوا كيف تجي رطبة و خفيفة و في نفس المقربشة يعني كتجي عجين رائع جدا شوفوا كيف تجي عجين مدقصة متشي حاجة خاوية من الداخل هنتم غادي تشوفوا ان شاء الله كيف تكون من الداخل كان هدا وشكل نهائي كيف كتشوفوا كتجي محمرة مدهبة كتجي رائعة كنتمنى انها تعجبكم و تجربوها و تتأكد انها غضي تعجبكم بإذن الله و خليوا ليها تعليقات إلا جربتوها إلا جربتوها تخليوا ليها تعليقات إن شاء الله شوفوا كيف تجير النتيجة كتدهار قدامكم يعني خفيفة و رطبة و هشة بالساف بالساف العجين كتجي بواحد شكل رائع يعني هذا العجين رغم أن ما فيها شكل مقادر بالساف في العجين فيها مكون واحد إلا أنها صدقوني أنها كتجي روعة كنتمنى الوصف تعجبكم و تجربوها و دائما ما تنسوني شمال لايك و اشتراك و إلى فيديو قادم بحول الله و إلى اللقاء شكرا 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 اشتركوا في القناة